11 يوما فقط تفصلنا عن انطلاق أكبر عملية ترحيل بولاية الجزائر العاصمة بتوزيع 25 ألف سكان اجتماعي مخصص لسكان الصفيحة البنية الهشة وسكان الأقبية والشليات موعد أعلن عنه وللعاصمة عبدالقادر زوخة على هامش عملية تسليم المفاتيح للمستفدين من السكانات التساهمية ببلدية الرويبة بعد أشهر من حرب البيانات وسلسلة من التأجيلات إن شاء الله 21 جوان في هذا الشهر إن شاء الله من الأسبوع هذا العاصمة العمية بعد المستفدين نحن نبدأوا عندنا كمية كبيرة نبدأوا قبل رمضان؟ نبدأوا ترحيل إن شاء الله كل حيات اللي كانت مقاييس محدودة لا 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 نبدأوا نحن نعطي تاريخهم بعد الحيات عرفهم مصالح ولاية الجزائر تمكنت من إعادة تحيين عشرة آلاف ملف من بين 72 ألف طلب في المقابل خصصت الدولة 85 ألف وحدة سكانية لسكان العاصمة ومشكل السكن سيكون له حل جذري لأن الطلبات هي حوالي 72 ألف طلب والدولة الجزائرية تحت راية فخامة رئيس الجمهورية خصوا 84 ألف وحدة سكانية لسكان العاصمة من جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة من مبنى ولاية الجزائر عن الأحياء التي ستحتضن المستفيدين من عملية الترحيل المرتقبة يوم الواحد والعشرين جوان الجاري ويتعلق الأمر بكل من حي شعيبية بولاية الشبل الذي سيحتضن أزيد من 3000 مستفيد بينما سيتم ترحيل أكثر من 2000 مستفيد إلى حي سيد محمد في بلدية باب الزوار وما يربو عن 1000 مستفيد إلى حي منديد ببلدية الدورة وما يفوق عن 800 مستفيد إلى بلدية الخريسية في المقابل نصب المجلس الشعبي الولائي لجنة خاصة للبحث في آليات جديدة من شأنها الإسراع في استكمال دراسة الملفات بينما سيتم مناقشة ملف السكان استثنائيا في دورة المجلس الشعبي الولائي في 18 جوان الجاري قبل الانطلاق في عمليات إعادة الإسكان ترجمة نانسي قنقر